بيان إلى الرأي العام هناك الكثير من العادات والتقاليد ضمن المجتمع تؤدي بأهلها إلى انهيارها وعدم استقرارها منها مكافحة المخدرات انتهينا من الحمل التي قمنا بها والتي استمرت شهرين وقمنا بحملة جديدة ضد زواج القاسرات وقتل النساء من 1-8 إلى 1-10 تم فيها عقد اجتماعات ومحاضرات بشكل عام للريفي والمدينة والمؤسسات بهدف توعية المجتمع والأهالي لمدى خطورتها بمشاركة من قوى الأمن الداخلي والصحة والشؤون الدينية وتجمع نساء زنوبية فهذه ظاهرة قديمة عند العديد من الأسر دون النظر إلى سلبياتها وكثرت تلك الظاهرة بسبب الظروف المادية والدينية والسياسية وسوء الأحوال الاقتصادية هذه العادات والتقاليد وثقافات التقليدية التي ترسم معايير محددة للفتاة تعززت وحصرت الزواج على صغيرات السن خوفا من الانحراف الأخلاق الذي يسيل سمعة العائلة والسلوكيات المنحرفة ولا يقعن في دهاليز المراهقة وما تحتويه من فساد وانهيار أخلاقي المتمثلة بالفقر والبطالة وبيع الطفلة باسم الزواج وخرجت الحملة بعدة مخرجات تحسين الأحوال الاقتصادية والإعانة الاجتماعية بفتح معايير ومشاريع وورشات عمل للنساء حتى يعتمدنا على أنفسهن في قضاء الأمور المعيشية فتح دورات تعليمية لأهمية التعليم والنطج الفكري زيادة حملات التوعية لخطورة الزواج المبكر للفتاة القاصر تنشيط دور الإعلام لمهارض الزواج القاصرات والتدريب المستمر في المدارس والأكاديميات والمؤسسات والبدأ بتنفيذ قانون الأسرة الجديد الذي يحد من زواج القاصرات وتكثيف حملات التوعية من أجل زيادة وعي المجتمع وهكذا نختم بياننا مع تطور الأسرة والوعي العام لتبقى الحضارة بطموح ديمقراطية وتطبيقها في المجتمع عام المرأة الحياة حرية فيان إلى الرأي العام بناء على الحملة التي أطلقها تجمع نساء زنوبية بتاريخ 1-8-2023 تحت الشعار معا لنحمي مجتمعنا ونحقق الأمان تم عقد اجتماعات في كافة الخطوط وأغلب الكومينات التي تضمنت 113 اجتماع التي استهدفت أهم المواضيع والآفات المجتمعية التي تتعرض لها المرأة بشكل خاص والمجتمع بشكل عام حيث أخذت هذه الحملة صداها في المنطقة من خلال الوعي وشرح مخاطر هذه الحالات مثل المخدرات وسبب تأثيرها على المجتمع وخاصة الفئة الشابة وزواج القاصرات وتأثيره على صحة وجسد المرأة وتعدد الزوجات التي يضعف من قوة المرأة وإرادتها كل هذه المشاكل كانت محور حملتنا التي لاقت قبولا من كافة الفئات علينا أن نقف يدا بيد من أجل القضاء على هذه الآفات الخطيرة والتخلص منها بشكل نهائي فنحن بدورنا كتجمع نساء زنوبيا سنستمر بحملاتنا حملات التوعية والعمل على توعية مجتمعنا من أجل جيل ناجح ومجتمع زاهر فالشبيبة نحيا وبالشبيبة سننتصر فالمرأة المنظمة هي المجتمع المنظم عاشت المرأة المنظمة عاشت حرية المرأة ترجمة نانسي قنقر شكرا ترجمة نانسي قنقر